السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وكل بساطة بضغط مفتاح تقدر توصل الكهرباء مش كده ده لو انت من المحظوظين احصائية في 2017 اكدت ان اكتر من مليار انسان ما عندهمش كهرباء في الفيديو ده هننقش ازاي بيتم توليد الكهرباء ونقلها اللي بيجد في طرق كتير لتوليد الكهرباء تخيل كده كم واحدة شوية منهم في الصورة دي لوحات الشمسية توربينات الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والوقود الحفري وكمان الطاقة الحائرية لبطن الارض وطاقة المادة والجزر وطاقة الاموال كل دي طرق طوليك كهرباء طرق متجددة معدى حرق الوقود الحفري والطاقة النووية حاليا حوالي 80% من كهربة العالم بتيجي من حرق الوقود الحفري الفحم والبترول والغاز اولا بيتم حرق الوقود في محطاية التوليد لتوليد الطاقة وبتغز الطاقة المتولدة دي الشبكة الوطنية بكل اشكالها متجددة او غير متجددة زي ما قلنا 80% من محطاية التوليد بتستخدم الوقود الحفري واغلبها شغال بالفحم لما بيتحرق الفحم تحت تغليات محطاية التوليد بتنطق حرارة بيتم استخدام الحرارة الناتجة من احترق الفحم في تسخين مية فتغلى المية وتبقى بخار ماء البخار ده بيستخدم في تدوير ريش التربينات والتربينات دي بتشبه المروحة او تربينات الرياح لما التربينات بتدور بتدور معاها المولد الكهرباء الدوران ده بيخلي ملفات السلك الموجودة جوة المولد تدور بين اقطاب مغنطسات سبت وده اللي بيولد الكهرباء وهي دي طريقة توليد الكهرباء في المحطات الحائرية لتوليد الكهرباء بالنسبة لتوصيل الكهرباء البيوت مش بيختلف كتير لو المصدر طاقة متجددة ولا لا كل الكهرباء المولدة بتتنقل في محاولات وكابلات الشبكة القومية اللي بتشالها لحد ما توصل للبيوت ايه هي الشبكة الوطنية ببساطة هي نضمن الكابلات والمحاولات بتربط محطات الطاقة بالمستهلكين مفيش مرة لمات سلك الكهرباء ولحسر تفعل درجة حرارته ده بيحصل لان بعض الطيار الكهرباء المقرر في السلك بيفقد كحرارة في مقاومة السلك والتعليل الفقد ده بيتم استخدام المحاولات برفع الجهد وخفض الطيار اللي بيسبب الحرارة للفقد لما بتخرج الكهرباء من محطاية توليد بتعدي على محاولات رفع الجهد وده بيرفع الجهد ويقلل الطيار خفض الطيار بيخلي نقل الكهرباء كفاة اعلى لان بخفض الطيار نسبة الطاقة المفقودة على شكل حرارة بتقل جدا وقبل ما توصل الكهرباء لبيوتنا بتعدي على محاولات تاني لكن المرة دي محاولات خفض جهد عشان توصل لنا عند مستوى قامل للجهد دلوقتي المفروض انك عرفت ازاي الكهرباء بتتولد وازاي بتوصل لنا بيوتنا هل الموضوع ببساطة ضغطة مفتاح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتبولي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة